يغرق حي الصدر في محافظة ذيقار بمشاهد بؤس عديدة فالحي الذي شيد بشكل عشوائي يفتقر إلى الخدمات الأساسية بشكل شبه كامل ويعاني سكانه الفقر كما يعانون من انتشار الأمراض من جراء تكدس النفايات لا شارع لا كهرباء لا خدمات نحن ملينا ناس فقرة نحن نقاطعين التقابات شلع لا القائمة الجديدة ولا القائمة القديمة لأن المسؤولين جاي يجون ويهددونني وجاي يشيلونني فنحن مقاطعينهم لأن المعطول نحن مو عراقيين فهذا المال انتخب منذ سنوات وسكان حي الصدر يناشدون مسؤولي المحافظة بتحسين أوضاعهم المعيشية دون استجابة تذكر بل إنهم باتوا مهددين بالطرد من منازلهم بحجة التجاوز لجمع الأهالي على مقاطعة الانتخابات واصفين إياها بالأكذوبة جاي العلمود الانتخابات فإحنا الانتخابات كل شي مقاطعينه لأنه راح يشيلوني بعد قلما ننتخب وأي مسؤولي يجينا هنا لا ننتخبه ولا نريده لأن نقلهم من هنا وانتهت بعد وإحنا والله معاناتنا الحالة يعني المادة كل شي اشتعبانه وكل شي ما نملك حيدر سعدي أحد مستشاري محافظ ذيقار اعترف بمسؤولية الحكومات المتعاقبة عن ما آلت إليه أوضاع سكان حي صدر من جراء الإهمال وغياب التخطيط ملف العشوائيات ملفات المهمة والمعقدة جدا في محافظ ذيقار لا سيما أنه هي بنيت على تراكمات من حكومات سابقة وقد هذا الإهمال إلى عدم وجود خطف مستقبلية عدم وجود خدمات وبالتالي كانت تنقل الحكومات السابقة عن الاتزام باعتبارها لم تطوب أو لم تدرج من لائحة المشاريع المستقبلية نحو عقدين من الفشل والفساد الحكوميين انعكست تداعياته على حياة سكان حي صدر وبقية أحياء محافظة ذيقار الفقيرة والتي تعيش المعاناة نفسها في حين يسعى المسؤولون للبقاء في مناصبهم عن طريق الانتخابات المقبلة